هذا وقال الجيش السوداني ان ما حدث في الخرطوم وعدد من المدن السودانية كان بسبب تعرض القوات المسلحة للهجوم من قوات الدعم السريع مضيفا انه استعد السيطرة على مطار مروي وان القتال سيتجدد في المدينة في اي لحظة مشددا ان مستقبل البلاد لا يمكن ضمانه الا في ظل جيش واحد تحت قيادة عسكرية منضبطة وذكرت مصادر اعلامية ميدانية تجدد الاشتباكات في المنطقة القريبة من القصرية الجمهوري وسط الخرطوم ومقر القيادة العامة للجيش بدورها اعلنت قوة ودعم السريع في السودان انها اغلقت جميع المنافذية الجنوبية نحو العاصمة الخرطوم مؤكدة انضمام مجموعة من المتقاعدين العسكريين هذا وتجدد الاقتتال في عدة مناطق في العاصمة بعد توقفه لفترة قصيرة وقت الافطار واعلنت لجنة طباء السودان المركزية عن سقوط عدد كبير من القتل والجرحى المدنيين جراء الاشتباكات ترجمة نانسي قنقر